لا يمكن السكوت عنها كارثة تلاحق العراقيين تمزق نسيجهم الاجتماعية كلمات تحذير عاجلة أطلقتها وزارة العمل بعد أن باتت ظاهرة الإتجار بالبشر عامل خطر حقيقي يمس فئات المجتمع سيما في السنوات الأخيرة بحسب التقارير التي أكدت ارتفاع مؤشر الظاهرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت استعدادها لإطلاق حملة كبرى للتوعية والتحذير من مخاطر الظاهرة بعد رصد وتسجيل عشرات الضحايا من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل برامج لمكافحة الإتجار بالبشر سيما بعد ارتفاع نسب الفقر وتزايد حالة تشرد التحذير الرسمي أتبع باستعداد الوزارة لإطلاق حملة تثقيف للمواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث والدراسات إلى أن بحثين في الظروف المعيشية للمواطن العراقي أكدوا أن التفاقم الظاهرة سببه الأساسي ارتفاع مؤشر الفقر وقد قررت الحكومة بارتفاع نسب الفقر في 2022 إلى 25% من إجمالي السكان في أعلى نسبة تتبناها الجهات الرسمية العراقية حتى الآن وسط تشكيك بكون الرقم المعلن أقل من الواقع الإجار بالبشر ظاهرة كشفت عن أرقام موحشة سيما ما نشرته السفارة الأمريكية في آذار الماضي لتقرير وثقته على لسان الحكومة حين حققت مع 312 شخصا خلال العام الماضي ما شكل خفاضا في عدد التحقيقات في قضايا الإجار المزعومة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق والتي بلغت 394 تحقيقا وقد شكل هذا انخفاضا من عدد الذين أدينوا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق على الرغم من ارتفاع أرقام ضحايا الإجار بمختلف أنواعه تؤكد التقارير الدولية أنه لازالت هناك بواعث قلق تتعلق بطواطئ مزعوم من مسؤولين حكوميين في جرائم الإجارة كما أفاد مراقبون وإحدى المنظمات الدولية بوجود عمليات تجنيد لأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة خارجات على القانون في أغراض عدة لخدمة نفوذهم واستغلال ظروف فقر العراقيين اشتركوا في القناة